في الوقت الذي لا تزال فيه الأسباب ذاتها التي دفعتهم للجوء قائمة لا يزال حلم الآلاف في البحث عن ملجأ في الاتحاد الأوروبي مستمر وها هي موجة أخرى تواصل زحفها إلى القارة العجوز ليزداد بذلك تدفق المهاجرين مجدداً من دول البلقان عبوراً بأوروبا الوسطى للتوجه إلى ألمانيا مع اقتراب فصل الشتاء وفقاً لأرقام قياسية نشرت مؤخراً إذ وصل 14 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال يوم واحد مقارنةً مع الأسبوع الماضي الذي لم يتجاوز عدد المهاجرين فيه لليوم الواحد أيضاً 5500 دول منطقة البلقان هي سلسلة ممتدة من الغرب الأوروبي إلى الشرق الإيطالي وصولاً بالشمال التركي تضم دول بلغاريا والبوسنا والهرسك وألبانيا والجبل الأسود واليونان ومقدونيا وكوسوفو أما كرواتيا ورومانيا وسولفينيا والصربيا فتقع أجزاء منها في المنطقة كما وجزء بسيط من الأراضي التركية والإيطالية هذا التشابك الجغرافي بين كم الدول تلك يجعل من المنطقة ممراً أساسياً للوصول إلى أوروبا ويجعل من رحلة اللجوء أكثر خطورة نظراً لإحاطتها بستة بحار من ثلاث جهات ما يجبر قاصديها على المخاطرة بحياتهم وبذويهم للعبور إلى أوروبا ومن يظن أن الخطر يكمن فقط في رحلة اللجوء فإن تقارين منظمات دولية نشرت مؤخراً مع ارتفاع أعداد المهاجرين هذا أفادت بأن دول منطقة البلقان لا تجيد التعامل مع اللاجئين وأن المهاجرين غير النظاميين فيها مضطهدون ويعانون من ظروف إنسانية كارثية التنعدم أبسط مقومات الحياة الكريمة وتنتشر فيها مفيات تهريب البشر وعلى الرغم من كل هذه التقارير والمناشدات الدولية من جهة وخطورة رحلة اللجوء البحرية ومصرع المئات منهم في البحار من جهة أخرى إلا أن شبه جزيرة البلقان هذه لا تزال مقصداً لا وبل حلماً للكثير من المهاجرين الهاربين أملاً في سلام لم يجدوه في أوطانهم